السلام عليكم طبعا احنا بنتسئل كتير خصوصا في فصل الشتاء عن البلغم والزيادة المخاط في الانف وزيادة المخاط في الحلق خصوصا نجمع مع المدخيني المدخيني اللي هو حتى كان بدخن كمية بسيطة او كمية الليلة دايما تلاقي عنده مخاط ودايما تلاقي عنده بلغم وهي دي بتبقى مشكلته الاكبر طيب في ايه كمان الناس اللي بتعاني من التهابات الجهاز التنفسي التهابات الشعب الهوائية والتهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الرئة التهاب الرئوي والربو والحاجات دي كلها دايما بتلاقي عنده مشاكل في ايه مشاكل في المخاط ومشاكل في البلغم الناس اللي بتعاني من التهاب الجيوب الانفية اللي عندها انساءات في الجيوب الانفية وعندها تضخم في الغضارية بتضغط على الجيوب الانفية برضو عندها مشاكل في البلغم وعندها مشاكل في المخاط اذا الموضوع البلغم وموضوع المخاط ده من المواضيع المهمة جدا جدا اللي بتطلع مع حالات كتير جدا. انا النهاردة موضوعي معاكو عايز اجيبلكم مزيب بلغم ومزيب مخاط في مستين مش مستو كمان ان هو بيمزيب للبلغم والمخاط بس كمان بيستخدموه كمضادة اكسادة. عشان كده بيستخدموه مع المدخينين بالذات لانه بيشيل الشقائق الحرة او الشقائق الضرة اللي بتطلع مع الدخان من الرئة وبيطرودها برا وبيدوبها مع البلغم. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. المادة الفعالة بتاعتنا نرى اسمها اردوستين. اردوستين دي المادة الفعالة تركيزه 150 ملي وتركيزه 300 ملي الاردوستين دي كمادة فعالة يا جماعة كان في الاول خالص اكتشف فين. اول دولة اكتشفته في الدنيا كانت ايطاليا. اكتشفته وكان شركة كده الشركة هناك شركة ادوية صنعته واستخدمته لقيت ان الموضوع حلو قوي. ولقيت ان الموضوع بيعمل نتاج في حالات جميلة جدا ومع الاستخدام لفترات لقت ان الموضوع بيعمل نتيجة هيلة جدا في امراض الرئة وامراض سواء كان الرئة او اتهاب شعبي او حتى مع المدخنين اللي دايما بيعانوا المشاكل البلغة. فبدأ الموضوع ينتشر ويزيد كمان فين بقى انتشر في اكتر من 40 دولة على مستوى العالم وبدأوا يصنعوه لقى ان الموضوع عمل نتيجة حلوة جدا جدا جدا. عندنا مثلا في مصر حاجة اسمها الميوكو تيك اسمه كده ميوكو تيك المادة الفعالية اللي فيه زي ما احنا قلنا يا جماعة اردوستيين 300 ميلي جرام بيتاخد كابسولة يوميا بصفة متصلة كل يوم كل يوم كابسولة في نفس المعاد لمدة 10 ايام طيب يا دكتور محمد ما احنا بنشوف مزيبات بلغم كتير جدا في السوق. اش معدى ده اللي انت اخترته انا مش بقول يا جماعة على المزيبات البلغم التانية ان هي وحشة. يعني مثلا عندنا في مصر عندنا فيه حاجة اسمها الاسيطايلسيستيين فهوار. ده فهوار كويس جدا وملابين نتيجة مع ناس كتير جدا وبيسخدموه ساعات المدخنين في تدويب البلغم ده كويس قوي مميفش منه اي مشكلة خالص انا الفعالي اللي فيه اسيطايلسيستيين فيه منه تركيز 200 ومنه تركيز 600 ده كويس مش وحش فيه عندنا في مصر حاجة تانية اسمها الميوكو السقار مادة الفعالي فيه امبروكسول ودي من اشهر المواد اللي بتدوه بالمخاط لكن انا بتكلم ليه النور ده على الميوكو تيك بالذات او بتكلم ليه على الاردوستيين 300 ميلي لان الاردوستيين يا جماعة من الحاجات اللي اتشفوا بالمقارنة مع الحاجات التانية اللي انا وردتها لكو دي ان ليه اكتيفتي ليه نشاط عالي جدا ونتيجه هيلة جدا 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 كمان اعراض الجانبية اوليه اللي مفيش ليه اعراض جانبية طب هو كونتر اندكيتد مع حاجة يعني هو ممنوع ان يتاخد مع شيء آه ممنوع يتاخد مع الناس اللي عندهم مشاكل حدة في المعدة الناس اللي عندها مشاكل في المعدة وعندها قرحة معادية أو حموضة أو كده ما ياخدش الميوكوتيك واني اضطر ان ياخد ميوكوتيك اللي هو الادوستيين بتلتميت ميلي جرام ياخده بجرعات مخفضة وياخده تحت اشراف طبيب ويستشير الطبيب أو الصيدلي في حاجة زي كده دي حتة مهمة جدا يا جماعة الحوامل أو المرضاعات ما ينفعش ياخده برضه ميوكوتيك تمام كده كحاجة مزيبة للبلغم لكن هو في جميع الاعمار سيف مع كل الناس ما فيش منه اي مشاكل خالص انا بس الاتنين الوحيدين ما يكونش ياخده الفيديوكوتيك والناس اللي عندها مشاكل في المعدة او الناس اللي بتعاني كمان من مشاكل القصور الكلاوي الناس اللي عندها لقدر الله فوش الكلاوي او عندها مشاكل في الكبد برضو ما يFlowش ياخدوا الميوكوتيك خلص يا جماعة كده بالنسبالنا يبقى احنا بناخد ده ليه عارفتم بناخده ليه لانه المزيب هايل جدا 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 للمخاط بيدوب المخاط بياخد الشقائق البرة اللي موجودة في الرئة اللي بتضرب الشخص والشخص مع المدخنين يا جماعة بياخدها ويطرودها برة يدوب المخاط ويحاولوا لشيء سيل سهل طرده ايه سهل طرده برة لانه بيشتغل على الروابط اللي بتخلي المخاط لازج او بتخلي البلغم لازج لما بيكسره المادة دي بتكسر المخاط ده وبتخليه في صفة سيلة فيخرج برة الجسم ايه يخرج برة الجسم بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته